السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا ومولانا رسول الله وبعد أنا ممكن أجامل أخونا عبد الله ده مجاملة رقيقة أو هو يجاملني مجاملة رقيقة لكن النهاردة أنا مش أكلمك على المجاملة النهاردة أنا أكلمك على المبلغة المبلغة اللي في كتير من الأوقات ممكن تصل بنا إلى حد الإجرام تخيلوا الحد الإجرام؟ أيوة المبلغة اللي ممكن في كتير من الأوقات بتصل لحد النفاق رحم الله شيخنا فقد كان يدرس لنا أن أحد الشعراء مرة أراد أن يداهن أحد الرؤساء فكتب بيتا من الشعر قائلا ما شئت أنت لما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد الكهار شفت المصيبة بتصل لفين؟ وعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لك جامل زي ما أنت عايز إنما إياك أن تجامل في الحق وإياك أن تخطئ في دين الله سبحانه وتعالى علشان كده في قصة جميلة قوي قريطها لأن الشيء بالشيء يذكر فحبيت أقول لحضراتكم القصة دي علشان تقارفوا بس عقوبة ربنا سبحانه وتعالى للإنسان اللي بيخرج بحد المجاملة عن الحدود الشرعية طا حسين الأديب المصري لما رجع من فرنسا بعد ما حصل على الدكتوراه كرموا الملك حسين ملك مصر في وقتها المهم في خطبة الجمعة حضر الملك حسين رحمة الله عليه وصلى معاه طا حسين والخطيب هو على المنبر أراد أن يسني على الملك بعد احتفائه بطا حسين فالخطيب قال إيه اسمع كده ما عبس الملك المفدى ولا تولى لما جاءه الأعمى خد بالك الكلام ده خطير جدا المهم كان من جملة الحاضرين وكيل الأزهر مولانا الشيخ محمد شاكر رحمة الله عليه ورضي الله عنه وأرضاه اللي أول ما خلصت صلاة الجمعة وقف قلب الإبلة وبصل المصلين وقال لهم أعيدوا جمعتكم وصلوها ظهرا لأن الخطيبة قد خرج عن الملة وبالفعل كان الشيخ محمد شاكر وكيل الأزهر يحظى باحترام غير عادي من كل أطياف الشعب فالناس عادت صلاة الجمعة ظهرا المهم أشار إليه بعض الناس اللي هو الخطيب ده إن هو يرفع دعوة تشهير على الشيخ محمد شاكر رحمة الله عليه ورفعت القضية أمام القضاء وقف الشيخ محمد شاكر وقال أنا مش عايز لجنة من علماء الأزهر ولا عايز لجنة من أي جهة دينية أنا عايز أي واحد حتى ولو مستشرك يهودي ويقول لنا هل اللي قاله فضلت الشيخ على المنبر ده تعريض بمقام النبي وإساءة لمقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم أم لا وبالفعل القضاء رفض الدعوة بتاعة الشيخ وانتصر الشيخ محمد شاكر لكن العجيب والأعجب إن الشيخ أحمد شاكر ابن المرحوم الشيخ محمد شاكر بيقول كلام عجيب أوي بيقول ولكن الله لم يدع لهذا الخطيب المجرم جرمه في الدنيا قبل أن يجزيه جزاءه في الأخرى فبيقسم بالله سبحانه وتعالى الشيخ أحمد شاكر بيقول أنا شفت بعيني بعد بضع سنين بعد ما فصل من نزارة الأوقاف وبعد ما كان متعاليا وكان ذا مال وذا سطوة رأيته ممتهنا يجلس على باب أحد المساجد يتناول النعال من المصلين فالشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه بيقول أنا وريت نفسي عنه الشيخ أحمد شاكر بيقول أنا لما توريت عنه ما كانش شفق عليه إنما علشان ما كونش في موضع الشماتة لكن رأيته من ذلك عبرة وموعظة الكلام كله والموضوع كله اللي عايز أقوله لك إن انت ممكن تجامل أي حد زمن تعايز لكن احضر أن تجامل إنسانا بأن تجعله في مرتبة زي مرتبة الأنبياء أو مرتبة الصديقين أو مرتبة هؤلاء الصالحين والعجيب والأعجب إننا اسميها واحد مؤخرا بيمدح واحد وده كان قدام عيني أنا بقوله والله يعني أنا مش عارف أقوله عليك إيه أنت كمن قال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم فأنا بصدت باستغراب كده قلت له سبحان الله هذه الآية لا تجوز لأحد حتى من الأنبياء إلا لسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لأن كل نبي تميز بخلق أما رسول الله فعلى على الأخلاق كلها علشان كده وحضرتك بتتكلم على الله أو على رسول الله أو حتى على الناس حذر أوي لأن الكلمة قد تخرج بك عن المنلة نسأل الله السلامة طبعا إحنا مفترضين حسن الظن في جميع الناس ولكن من باب التحذير ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنقر أسأل الله أن يسلم ألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة وقلوبنا من النفاق والرياء إنه ولي ذلك ومولاه وصلي الله وسلم وبرك على نبيه البركات وعلى آله وصحبه وسلم